موسيقى مشاهدينا مشاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمة الله سنستعرض سويا الاحوال الجوية التي ستسود المملكة خلال ايام القليلة القادمة حيث نلاحظ ان المملكة ستتأثر غدا الاربعاء بمقدمة منخفض جوي يتمركز غدا شمال شرق مصر ستتأثر المملكة غدا بالكتلة الهوائية الحارة والجافة الموجودة في مقدمة هذا المنخفض الجوي هذا يؤدي الى انه ستسود الاحوال الجوية الخماسينية غدا الاربعاء على المملكة حيث يكون الجو حارا جافا مغبرا مع ظهور بعض السحب العالية والمنخفضة لكن يوم الخميس ومع تحرك المنخفض الجوي الخماسيني هذا الى شرق حوض البحر الابيض المتوسط ستتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورقبة نسبيا وبالتالي هذا يؤدي الى حدوث انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة في الجو وظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة التي قد تؤدي الى سقوط بعض الامطار المتفرقة اما سلوك درجات الحرارة خلال الايام القليلة القادمة في العاصم عمان سيكون على النحو التالي يوم غدا الاربعاء ستصل يكون الجو حار جاف مغبر وستصل درجة الحرارة العظمى في عمان بحدود 30 درجة مئوية وهي اعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 8 الى 10 درجات مئوية وغدا الاربعاء بيكون زي ما حكيت الجو مغبر وبالتالي نحذر من تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في جنوب وشرق المملكة يوم الخميس يطرق انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة في الجو تظهر بعض السحب المتفرقة وهناك فرصة لسقوط امطار محلية خاصة في شمال المملكة يوم الاربعاء بتكون درجات الحرارة اعلى من معدل ما بين 8 الى 10 يوم الخميس بتكون اعلى من معدل ما بين 2 الى 3 درجات تقارب درجة الحرارة العظمى في عمان بحدود 23 درجة مئوية لكن يوم الجمعة توالي درجات الحرارة حيث تسيطر الكتلة الهوائية الباردة على المملكة بيكون الجو بارد نسبي غائم جزئي وفي فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر على احيانا ولفترات محدودة وبتكون درجات الحرارة اقل من المعدل ما بين 5 الى 7 درجات مئوية وكذلك يوم السبت يبقى الجو بارد نسبي غائم جزئي وفي فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة وبتكون درجات الحرارة ايضا اقل من المعدل ما بين 5 الى 7 درجات اما بالنسبة للرحلات خلال فترة نهاية عطلة الاسبوع فالجو غير مناسب وذلك نتيجة لبرودة الجو واجتداد سرعة الرياح وبالتالي بنتمنى وايضا بحذر كمان شغلة ثانية انه التغير في درجات الحرارة راح يكون كبير يوم الاربعة بتوصل بحدود التلاتين يوم الخميس بحدود تلاتة وعشرين لكن يوم الجمعة بحدود خمستاشر درجة او اقل اذا هناك تغيرات كبيرة في درجات الحرارة هذا يستدعي من اخذ الحيطة والحضر والاحتفاظ بملابس تؤدي الى الدفئ ولتقينا مخاطر تغيرات درجات الحرارة اعزائي المشاهدين تابعونا في اخر التحديثات الجوية اولا باول عبر التحبيل لكم لتطبيق تقصي العرب ودائما للمزيد زوروا موقعنا الالكتروني ايريبيا وضر دوت كوم وصفحاتنا على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب ونتمنى لكم من مركز تقصي العرب الاقليمي اطيب الامنيات والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة